زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمة خف بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وبارك على سيد المرسلين نحمدك ربي أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله أيها الأحباب نواصل مسيرنا مع النفس العظيمة ومع التودي الأشم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قلت لكم أنه كان يرتوي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في الهجير وفي الحر آثر النبي عليه الصلاة والسلام نماه وكان إثار لمقومات هذه الأمة ووجودها كان إثارا لأن تستمر هذه الأمة واقفة وأن تتقدم كان الموضوع أكبر من صورة أو أكبر من مشهد نراه يؤث رجل يؤثي الرجل أبدا يقالوا أنهما حين كان يسيران إلى المدينة كان الصديق رضي الله تعالى عنه يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم طارة ويمشي خلفه أخرى ويأتي على يمينه ثم يأتي على يصاره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مسترحما ومستعطفا ماذا هاك أبا بكر فقال يا رسول الله أذكر الرصد يعني أخاف أن يترصد لك القوم ويأتونك من أمامك فأمشي من قدامك لأمنعك أمنعك بنفسي أمنعك بروحي وأذكر الطلب فآتي من خلفك وأخشى أن يأتيك القوم على يمينك فأمشي على يمينك ثم على شمالك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مترحما به لا تخف يا أبا بكر فقال له الصديق رضي الله تعالى عنه نما إذا مت فقد مات رجل أما إن مت أنت يا رسول الله فقد مات دين هذا هو المشهد هذا هو المشهد يكتمل مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيكاد يكون الحرص على ثوابت الأمة وعلى مقومات الأمة وعلى أسباب وجود الأمة يكاد يكون شيئا من حيات الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة بدر بعد أن تقدم الإسلام وصار له شوكة وصار له دولة كان أحد أبناء الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معسكر المشركين فلما أسلم قال لوالده كنت يوم بدر كلما رأيتك تحاشيتك فقال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما أنا فوالله لو لقيتك لقتلتك محركة المبادئ الصديق رضي الله تعالى عنه باع لله عز وجل ووثق أن الولاء إنما يكون لأمة الإسلام ويكون للإسلام ويكون لله ولنبيه وللمؤمنين ولا يكون للمشركين ولو كانوا أولي قربا هكذا تبنى الأمم الأمم تبنى على العقائد الأمم تبنى على العقائد لا تبنى على العرقيات الخسيسة الأمم لا تبنى على جهة دون جهة ولكن تبنى على العقائد يا معشر المسلمين الوطن الواحد لا يمكن أبدا أن تمزقه العرقيات والله عز وجل جعل من هذا الاختلاف في الأنسب والاختلاف في الأعرق جعله آية ليرتدع الناس وليفهم الناس ويفقى الناس وتختلف الألسن جعلها الله عز وجل آية ولم يجعلها سبب فرقة فما بال المسلمين اليوم قد عمدوا إلى هذا الأمر فجعلوه منهجا وجعلوه سببا لأن تفترق هذه الأمة والله ما كان يفرق الناس على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد آخى بين الأوسي والخزرج ما كان يفرق الناس إلا ولاءهم لهذا الدين وبعدهم عن هذا الدين إلا الإيمان والكفر أما أن تكون من كذا أو تكون من كذا فلم يكن ملتفت إليه على زمان النبي عليه الصلاة والسلام هذا من المشاهد الأخرى التي حرص الصديق أن تكون من قومات شخصه وأن تكون من بواعث أن تبقى هذه الأمة قائمة الولاءات ثم مشهد آخر عظيم في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه هذا المشهد العظيم في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقات فرجع إلى بيته يقص لنا الحكاية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رجعنا إلى بيوتنا فأخذت شطر مالي أخذ الفاروق نصف ماله وقال والله لأغلبن اليوم أبا بكر وقد كان القوم يتباروا فيما بينهم فيما يرضي الله عز وجل فذلك فليتنافس المتنافسون كان القوم يتبارون في إرضاء الله عز وجل وفي خدمة هذا الدين فقال في نفسه لأغلبن اليوم في الله لأغلبن اليوم أبا بكر الصديق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع بين يديه المال الكثير فقال له ماذا تركت لأهلك يا عمر فقال تركت لهم شطر مالي نصف مالي وهذه صدقة عظيمة أن يتصدق الرجل بنصف ما يملك هذه صدقة عظيمة ولا يستطيعها إلا من باع لله وقبل الله منه البيع فجاء الصديق فوضع بين يد النبي عليه السلام شيئا من المال فسأله الرسول السؤال له ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر فكانت الإجابة من أغرب الإجابات التي تتمثلها شفاه آمنت بالله ثم آمنت بهذه الأمة وأعطت لهذه الأمة ما يزكي مقوماتها ووجودها وثباتها فقال لهم تركت لهم الله ورسوله ورسوله فحز في نفسي عمر والله لا أغلبك أبداً يا أبا بكر هذه من الأمور التي يجب أن يتربى عليها الجيل لا تبنى الأمم عبثاً والله لا تنتصر الأمم عبثاً وإنما هذا هو الطريق طريق البذل طريق العطاء طريق الولاء طريق الوفاء هذا هو الطريق هذا هو الطريق ودعونا نرسم مشهداً ولعله آخر ما يكون معنا في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم أولي الخلافة وهو خليفة المسلمين أثره المسلمون على أنفسهم لما أولي الخلافة كان يغيب في وقت معلوم يختفي عن الأنظار في وقت معلوم وبكامل حسن الظن يتبعه الفاروق عمر تحت عنوان وفي ذلك فليتنافس المتنافس فوجده يدخل على دار فيلبث فيها ما شاء الله أن يفعل ثم يخرج منه فبيت الفاروق للأمر ودخل هذه الدار فإذا بها عجوز مقعدة لا تقوى على الحركة فقال لها يا أماه ما هذا الرجل الذي يدخل عليكم فقالت والله يا ولدي لا نعلم عنه شيئا إلا أنه يدخل علينا من آن إلى آن فيطوي فرشنا ويطه طعامنا الدهية العرب كانت مؤدبة في حديثها ويصلح حالنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يغسل الأذى عن هذه العجوز وهو أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل بيمينه الأذى عن هذه العجوز ثم ينصرف فلا تكاد تعرف من هو وهو خليفة المسلمين وهو الذي برأه الله عز وجل في كتابه وأنزل فيه قرآن في عدة مواضع يطلى إلى يوم الدين فقال الفاروق بعد أن بكى إلى أن اخضلت لحيته من الدموع أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر يا لهذه الإنسانية يا لهذه الرحمة يا لهذه القلوب يا لهذه والله إن الأمر لمدعت للفخر فلا أدري ما الذي يعاب على حضارة المسلمين أن تكون نجما يهتد به لا أدري ما يعاب من حضارة المسلمين حتى لا ينتمي إليها الشباب ولا يعتز بها والله لو كان هذا الموقف من آخر رئيس من الغرب في هذه الأيام لا اهتزت له الدنيا وما قعدت ولصدر على أنه منتهى الإنسانية ومبلغ الرحمة ولكن الصديق رضي الله تعالى عنه كان الأمر بالنسبة له دارج في حياته وقد جاء من بعده الفروق عمر وكان مضربا للأمثلة في هذه الرحمة وكان مبعثا للفخر لهذه الأمة في هذه الرحمة أنا لا أفهم لماذا تمتكس الأمة بهذا الشكل وفيها من هذه القيم وفيها من هذا الطراث وفيها من هذه الرؤى والحضارة ما يبعث على أن يعيش الإنسان شامخا وأن يعيش الإنسان متفاخرا بهذه المآثر وبهذه المفاخة أنا لا أفهم لماذا الأمة تنتكس بهذا الشكل ولا تتفاخر بمجدها ولا تقف من جديد على عتبات المجد وهذا طراثها أنا لا أفهم أيها المسلمون لا أفهم ما الذي جعلنا نتأخر ما الذي دفعنا إلى أن نكون في ذيل الترتيب في كل ممدحة وفي كل شيء جميل ونحن هذا سلفنا وهذا مجدنا الذي رسمه هؤلاء الذين كنا نسميهم رعاة بقر بل وجعلوا كل من يتحدث عن هذه السر رجل رجعي يشتغل بمآثر ماتت وانتهى زمانها الإنسانية أو دعها الله في النفوس لا ينتهي زمانها والمفاخر التي رسمها هؤلاء أبدا لا ينتهي زمانها إن الإنسانية التي رسمها هؤلاء من دافع الدين وبمبدأ العقيدة ستظل تعيش في النفوس إلى يوم الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما علينا نحن المسلمون إلا أن نزيل هذه العقد التي وقفت بيننا وبين مجدنا وقفت بيننا وبين تاريخنا ووقفت بيننا وبين أن نتأهب وأن نتوثب وأن نعود من جديد إلى دورة التاريخ هذه حضارة والله هذا بعد الإفلاس الذي يعيشه الغرب والله لا نملك ما نصدر للغرب غير هذه المفاخر وهذه المآثر والله لو عدنا إلى ديننا لا استطعنا أن ننقذ الغرب من إفلاسه وقد يضحك الضاحك ويقول أن هذا الكلام ضربا من الجنون هل الغرب يحتاج إليك كي تنقذ إفلاسه؟ نعم الغرب يحتاج إلى هذه القيم قد لا يحتاج إلى مسلم بليد أو مسلم لا يعرف دينه أو لا يفهمه ولكنه من تعشق المثل وعرف هذا الدين حق المعرفة والله البشرية جمعاء في حاجة إليه لأنه سيعلمها كيف تكون أو كيف يكون أبناء البشر الآن على ما أراد الله من سنن وقوانين يعلمها كيف يكون الإنسان إنسانا نسأل الله عز وجل أن يعيد لنا من مثلهم نفرا يعيدون لنا مجدا ضيعناه أقول قولي هذا وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمة خفاقة والله